اشتركوا في القناة كنت بعلق الأسانسير وينزل جاري عالسلم والأسانسير متعلق فوق فييجي عبد الحليم يا تاه هذا مستني الأسانسير ينزل وأنا أقعد أبصله وما بكلمش هو ما بيكلمنيش مرة في مرة في مرة في مرة وبعدين قلت إيه بتلفت نظره إزاي تعمل إيه فقلت هلو هلو هليم فانبسط قوي وقال لي you are English قلت له no American كمان فبص المجدي العام الروسي مدير أعماله والمحامي بتاعه وقال له شايف يا مجدي عارفيني في أمريكا ممعروف على مستوى دولي قلت له بيتر غيرت اسمك كمان طلعنا في الأسانسير سوا مع بعض وإحنا في الأسانسير تشقعت وقلت له ممكن أخد صورة منك بالانجليزي طبعا فقال لي أوكي وصلنا لدور بتاعه فتح الأسانسير هو دخل جاب صورة وكتب بالعربي إلى بيتر عبد الحليم أهدها لحضرتك ونشأت بقى صداقة طويلة جدا سنة يمكن وزيادة بيتر ده بياخد استوانات من عبد الحليم وياخد صور من عبد الحليم وإلى آخره ربنا استطور لحد ما ولدت فضحك لحد ما في يوم أنا عملت علاقة الأسانسير ونزلت جابي كان في الفترة دي أبويا وصل فاتقابلوا عند الأسانسير هم اللي اتنين تحت فلما أنا نزلت نزلت دي أعتقد اسكندراني قوي مني أو نزلت ممكن مش عارف فأبوي قال تعالى يا سيدي يا شيحاليم ابني مجنون بيك صورك في قط النوم بتاعته استواناتك اللي هو مديها لبيتر كلها اللي موجودة هو ما نطاقش وأنا ما نطاقتش اخطيت وشي في الأرض كده وتحشيت إن أنا قابله بعد كده فترة طويلة جدا لحد ما بالصدفة برضو أنا راجع من المدرسة وهو راجع من معرفش فين وتقابلنا عند الأسانسير فقال لي بيتر سنة وانت عامل لي بيتر قلت له عشان عايزة رب منك كانت بدحك ولا إيه نعم كانت بدحك ولا بزعل بدحك 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 وكهزار وباقينا بقى أصدقاء سمير وهو مش بيتر بس فضل فترة طويلة جدا يقول لي أهلا يا بيتر بالتريقة يعني شكرا للمشاهدة